بينما تستمر الحكومات المتعاقبة بالتحذير من انتشار آفة المخدرات تجارة وتعاطة في العراق ودعوات لفرض قوانين صارمة للسيطرة على الظاهرة فإن الأرقام والبيانات التي تصدرها مؤسسات رسمية من جهة ومنظمات حقوقية من جهة أخرى أطلقت جرس الإنذار مراراً لإنقاذ المجتمع العراقي وخصوصاً فئة الشباب من آفة المخدرات التي كشفت مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق انتشار مادة الكريستال بنسبة 37.3% ثم الحبوب المسمى الصفر واحد بنسبة 28% تليها أنواع مختلفة صفعة جديدة لابتكار مادة مخدرة على شكل قطرة تستخدم عن طريق الشم عثرت عليها قوات جهاز الأمن الوطني في إحدى سيطرات البصرة بإلقاء القبض على متهم برفقته 59 قطرة عملياً فإن الخبراء في مجال انتشار المخدرات على أرض العراق يعزون الأسباب الرئيسة إلى عمليات التهريب عبر المنافذ سيم الجنوبية من البلاد لذا فإن البصر من أشد المحافظات تأثيراً بانتشار المخدرات ابتكار يضيف المسؤولية الأكبر أمام الجهات الرسمية والذي يوضع في إطار التهديد للأمن المجتمعي سيما مع تقارير نيابية تحذر من غصول تعاطي المخدرات في الديوانية على سبيل المثال إلى المدارس الابتدائية والديوانية واحدة من بين المحافظات التي تبلغ نسبة التعاطي فيها 45% وبحسب مراقبين فإن الفقر والبطالة عاملان رئيسان الانتشار المواد المخدرة في العراق إلى جانب غياب القوانين الرادعة واستمرار عبث المهربين عبر منافذ حدودية وهو ما استدعي تحركا عاجلا كما يدعو له رقابيون وبرلمانيون وحقوقيون خشية الوصول إلى مرحلة لا عودة في البلاد